يقال ان الغزو الفكري هو ابشع وسائل الغزو لما له من خطورة وتأثير اعمق من الغزو العسكري نظرا لتركيزه على استهداف سلوك وفكر وعقيدة واخلاق وبالتالي سهولة التحكم والتحرك بالجسد للتبني والدفاع عن افكار العدو عن بعد هذا ما اكده الغزاة الايرانيون من خلال تصريحاتهم بان صنعاء قد استهدفت في فكرها وعقيدتها واخلاقها قبل جسدها وبانها اصبحت رابعة دولة عربية تقع تحت حكمهم هكذا يمكن وصف وتشريح حالة احياء مليشيات الحوثي لذكر الخميني في صنعاء ولتأكيد تبعيتها البطلقة فكريا لمعتقدات النظام الايراني وصف اعلام المليشيات الحوثية الخميني مؤسس النظام الكهنوتي الارهابي في ايران بانه روح الله في الارض كما وصف حسين الحوثي بانه جنبا الى جنب مع الخميني في مقام واحد ومن شواهد التبني بشكل مباشر الذي استطاع النظام الايراني التغلغل في جسد صنعاء تبني مليشيات الحوثي فعاليات وعروضا اقيمت لاول مرة في مبنى السفارة الايرانية عن مسيرة الخميني وبرنامجه والتغني بهذه المسيرة للخميني بعنوان خمينيون ويرى محللون ومراقبون ان تأثير هذا الغزو الفكري على شمال اليمن وبالتحديد على صنعاء ستكون لها تابعات خطيرة يجند من خلالها البواطنون وليس الحوثي لخدمة ايران في المستقبل القريب اذا استمر الوضع بهذا الغزو الممنهج لايران على اليمن والمنطقة ككل ويبدو فعلا بعد استعراض هذه الشواهد انه من الممكن مقاومة غزو الجيوش ولكن ليس من الممكن مقاومة غزو الافكار وهذا ما يراهن عليه النظام الايراني